فاكرين بس بفكركم حاجة عشان الناس بتنسى فاكرين مبادرة رئيسية للقضاء على قوائم الانتظار لوزارة الصحة في مجالة الصحة ده كان مشروع رئيس عنفاكر كواس جداً يابراهيم في جمعة القاهرة في مؤتمر الشباب والرئيس اتعرض عليه تقرير عن حالات الانتظار والرئيس في هذا التوقيت أيضاً تأثر حتى البكاء من وجود ناس كل أمنيتهم في الحياة أنهم يتعالجوا كل أمنيتهم في الحياة أنه يخش يعمل عملية منتظر في قايمة انتظار لأنه ما عندهش فلوس منتظر حد يطبطب عليه وحد يجبر بخاطر يقول له تعالى نعمل عملية قلب تعالى نعمل عملية زراعة قوقع تعالى نعمل عملية زراعة حاجات تحت العيد تعالى نعمل عملية تخيل قرانية تخيل كل أمنيته في الحياة أنه يسمع أنه يشوف يعني أعتقد أنه ما جرى فيه مبادرة القضاء على قام الانتظار من خمس سنين نجاح خارج إطار التفكير التقليدي قدام حضراتكم الحقيقة زي ما قالت صحيفة الوطن مبادرة القضاء على قام الانتظار طوق نجاح للمواطنين خمس سنوات من النجاح وأنا بقول وأشهد وتشهدون ويشهد الله أنه المبادرات الرئاسية في مجال الصحة والعلاج والقضاء على فيروسية والقضاء على قام الانتظار أخطر وأكبر وأعظم شيء تم إنجازه على أرض مصر بشهادة شركائنا الدوليين ومنظمة الصحة العالمية بتقول تجربة مصرية ملهمة بفكر الناس وأقول إنه مبادرة سيد الرئيس اللي كانت من خمس سنين اللي أطلقها في جامعة القاهرة يعني فيه تسع تخصصات واربعتشر تخصص تاني قلبه وعظامه وقسطرة وقلبه ومخه وعصاب وزرعة كلا وأساطر مخية وزرعة قوقعة ورمض وغيرها طبعا يعني حجم وعادة الناس اللي تم علاجهم سواء من فيروسي أو من على قائم الانتظار والعملات الكبيرة اللي اتعاملت شيء لا يمكن حد تخيله لكن ليه نبقول هذا الكلام دلوقتي؟ بقول كايلا ننسى إن فيه إنجازات لأنه أحد بيسأل بيقول هو أنتو في قطاع الصحة لا في قطاع الصحة عمل كتير عمل كتير وتاني بقول إنه القادم في مجال الصحة ووزارة الصحة وده الكلام بقوله يوم ما تم تعيين الدكتور خردان غفار وزيرا للصحة قلت هذا الكلام أتوقع وأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله إنه طفرة هائلة ستحدث في قطاع الصحة في مد على مستوى الخدمة وعلى مستوى مقدم الخدمة وعلى مستوى ملف التأمين الصحي على مستوى قائل منتظار على مستوى القضاء على الأمراض اللي موجودة وكانت متوطنة إحنا في القطاع الصحة لو مشينا بالطريق التقليدي في مطبات في عقبات في 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 لذلك كانت المبادرات الرئاسية وسائل أو زي ما قالت الوطن هاتي يبرين تاني يا نسمع قالك طوقنا جاء أطواقنا جاء يا جماعة لأنه المركبة الرئاسية ممكن تكون ماشية بطء لها أي مركبة فلذلك بيبقى فيه أهو قالك طوقنا جاء أنا أقول أطواق كثيرة جدا سواء في مجال الصحة كان المبادرات الرئاسية في مجال الاستثمار الصناديق في مجال السياسة والتشكيل وجدان السياسة كان منترات شباب وكان الكديم الوطن للتدريب وعلى مستوى الأحزاب والعمل السياسي كانت تسكيل شباب الأحزاب كل دي مبادرات خارج الإطار أطواق نجاح رئاسية لمحاولة تعويض هذا التراهل اللي موجود فيه الجهاز الإداري للدولة ترجمة نانسي قنقر